قال وزير داخلية السويدي أنجلس يجمان إن الشرطة اعتقل الشخصين من العصابة التي اجتاحت العاصمة ستوكهولم يوم أمس ووزعت منشورات عنصرية ضد المهاجرين أضف الوزير السويدي أن ما حصل يثير القلق مؤكدا أن الجماعات العنصرية تنشر الكراهية والعنف في شوارع العاصمة ويجب مواجهة هذا الأمر بالقوة هذا وكانت عصابة من الرجال الملثمين والمتشحين بالسواد اجتاحت شوارع ستوكهولم عقب مظاهرة معادية للمهاجرين